اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها الأولى من محافظة البصرة جنوبي العراق قبل أيام لتمتد إلى محافظات ومدن أخرى واندرجت تلك الاحتجاجات تحت مطالب معالجة البطالة ونقص الخدمات الأساسية في البصرة وأبرزها مياه الشرب والكهرباء وازداد التوتر بعد ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة وإصابة عشرات بينهم ستة وثلاثون شرطيا اثر صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محافظتي البصرة وميسان بحسب مصادر طبية وتجددت الاحتجاجات في قضاء الزبير ومناطق أخرى بمحافظة البصرة بينها منفذ صفوان الحدودي مع الكويت كما خرجت مظاهرات قرب حقلي غرب القرنة والمجنون النفطيين شمالية البصرة بينما اعتصم آخرون أمام ميناء أم قصر جنوبية المدينة ومبنى المحافظة في وسطها لتكمل المحافظة يومها السابع على وقع مظاهرات شعبية لم تنحسر رغم الوعود التي أطلقتها بعض الوزارات بتوفير آلاف من فرص العمل وتحسين الخدمات ووفقا لمصدر أمني فإن السلطات أرسلت تسعة أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع إلى البصرة لحماية المنشئات الحكومية وكانت الحكومة قد رفعت حالة الاستنفار الأمني بعد اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي ولم تأتي زيارته للبصرة أكلها في تهدئة الأجواء الملبدة فيما أشار بيان صادر عن مكتب العبادي إلى رصد من سماهم مندسين في المظاهرات يقومون بأعمال تخريب وفي خضم هذه التطورات تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن دعوات مجهولة المصدر تناقلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في العاصمة بغداد ما ينظر بارتفاع سقف الاحتجاجات ترجمة نانسي قنقر